اشتركوا في القناة في مصر وشارك فيها مجموعة كبيرة من المهندسين ولكن الحقيقة معنا النهاردة اللي فاز بهذه المسابقة وتحديدا عن مشروع تطوير منطقة العتبة والأوبرا هنفهم أكثر عن المسابقة دي من خلال ضفنا نهاردة وهو الأستاذ أحمد عدل إبراهيم وهو مهندس تخطيط عمراني صباح الخير مبروك أولا الله بارك فيك مبروك وفي البداية عايزين نعرف يعني فكرة المسابقة الدولية للتخطيط العمراني والتنصيق الحضاري هي فكرة مين في الأول مين المسؤول عنها هل هي وزارة الثقافة أم وزارة التعمير أنا بس عايزة أوضح الأول قبل ما أقول الفكرة بالزبط وأنا مفصلش بالمسابقة الوحدي إحنا كناتين مكاوما من سبع أفراد أنا وناس تانية كريم وياحية وصمر وأميرة ومراهيم يعني متحصصين في كل المجالات العمرانية والطرق والإنشاية ده الجروب بس كان فيه كاسم مجموعة مشاركة في المسابقة؟ كان فيه مكاتب هي المسابقة دولية تابع وزارة الثقافة جهاز التنصيق الحضاري جهاز التنصيق الحضاري هو الجهاز المعني في مصر هنا لتطوير وتنصيق واعادة القيمة التاريخية والتراصية والثقافية لجميع أجزاء مصر فهو كانت خطة منه اللي هو ينزل على القاهرة الخذوية كلها يعيد تطويرها مرة تانية ابتدى برمسيس وبعد كده بدأ بعديه على طول بمدان اسمه مدان الخزندارة تالت حاجة كانت الأوبرا والعطلة دي كانت بتمثل القاهرة التاريخية كان الهدف من المسابقة دي كلها إحياء القيمة التاريخية وإعادة القيمة التراصية والثقافية للمناطق دي كلها والارتقاء العمراني بكل اللي موجود فيها سواء كان مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية مشاكل في المعمار نفسه كان معاكم متسابقين غير مصريين في المسابقة؟ كانت مسابقة دولية دخل فيها من 35 لـ 40 مكتب دولي كانت متحة لأفراد والمكاتب كان اللي عايز يخش كفرد أو اللي عايز يخش كجروب أو اللي عايز يخش كمكتب يعني كان دولة تقريباً كانت معاكم في المسابقة؟ لا كم دولة ما عنديش فكرة بزبط ما كان دولة بس أنا عرف بعض أسماء المكاتب اللي كانت دخلة بس الحمد لله يعني أول خمسة كانوا طالعين كلهم كانوا من مصر طيب أنا عايز أعرف إيه اللي كان متميز أو أنت شايف على الأقل إن هو متميز في مشروعكم عن بقية المشاريع التانية بحيث إن هو يقدر هو يحوز على الجايزة هو مش تميز قد ما هو كان تكامل إحنا ما تميزناش عن الحب دي إحنا بالعكس إحنا أول ما تدين المسابقة بتاعة الأوبرا والعتبة إحنا بصين على كل اللي اتعمل قبل كده بصين على مخطط الاستراتيجي اللي كان معمول قبل كده للقاهرة عموما فيه مخطط استراتيجي كان معمول قبل كده بتاع عشرين خمسين بصين عليه وفي نفس الوقت نزلنا شوفنا اللي احتاجات بتاعة الناس دهية اللي كانت ألهم عشان نقدر نحل بها كل المشاكل ونطلع بمستر بلان أو مخطط عام يناسب كل الأفراد اللي هتبقى متوجدة في المكان ده فإحنا ما تميزناش عن الرمسيس ما تميزناش عن كل المناطق المحيطة لأنها كلها القاهرة الخدوية لازم تبقى بناخد من آخر نقطة ونكمل إحنا طب اشرحينا أكتر بقى يعني انت عشان نتنفذوا المشروع بتاعكم الأول طبعا رسمتوا على ورق إزاي أو كتبتوا فكرتها في ورق إنه إزاي هيتم تطويرها وهنحط إيه وهنشيل إيه وكلام ده طب يعني التكلفة اللي تنفس بيها المشروع ده تقريبا كانت قد إيه أو اللي يتنفس بيها المشروع اللي يتنفس بيها المشروع احنا حطين مجال الاستثمار موجود في المسابقة دي بحيث اللي هي تقدر تعيد كل شيء هيتصرف في المنطقة عشان ينهب بيها لا هيرجع في صورة استثمارات تانية استثمارات سياحية لما المنطقة دي يعيد لها القيمة التاريخية والتراصية والثقافية اللي كان موجودة فيها فيها حاجات كتيرة جدا ممكن تقوم تعيد كل اللي هيتصرف عليها بفتح مجال قدام الاستثمار اللي هو يخش بكل أنواعه السياحة تخش بكل أنواعها التاريخية والسياحة السقفية بفتح مجالات قدامك الأنواع دي كلها وبخلي العجلة عجلة رأس المال تلف يعني اللي هيدفع في الأول هو بعد كده هيرجع تاني وفي نفس الوقت بستفيد من الطاقة البشرية اللي موجودة في المنطقة دي بحيث اللي ما طلعش ناس تروح بره من ضمن السيرفيي اللي احنا كنا بننزل فيه في المنطقة دي من ضمن الحاجات اللي كتبتال في السيرفيي دي اللي هو إن العامل أو الناس اللي بتشتغل هناك في المنطقة دي بيقولوا يعني يديني بس كشك متر في متر لكن ما تخرج مش من هنا مش هروح مكان تاني بره يديني كشك في متر جوه ده كان العامل الأساسي لينا قبل ما احنا بنحط الكونسيبت بس الأول بنقول احنا عايزين نوصل لمنطقة دي لحن نرفع القيمة الثقافية والسيحية فيها بقى كان زلنا شوفنا الناس هي عايزة هي مش مجرد مباني بس مش مجرد تنصيق حضاري زي ما احنا قلنا بس هي مشروع متكامل بالزرط بالزرط فاحنا بننزل نشوف ايه المشاكل البطالة اللي موجودة ايه المشاكل الاجتماعية اللي موجودة مشاكل الاقتصاد اللي موجودة ايه هي مشاكل الطرق والمواصلات والأماكن الركن والعربيات وازاي نقدر ننزل ونحل المضادة تحت الارض ده كان من ضمن اهداف المسابقة اللي احنا بنشيل كل الباركينج اللي موجود فوق الارض وهنزله كله تحت الارض ازاي هنقدر تحت التربة دي اللي احنا نعالج الكلام ده كله فظل وجود تربة اثبتت الصلاحياتها من خلال مشروع المترو اللي هي تربة هشة جدا ازاي نقدر موفر باركينج تحت الارض من غير ما نضرو بالطربة من غير ما نضرو بالانشاط اللي موجودة ايه اللي هيحصل بعد ما نشو الكبرى الاظهر من ضمن نشوط المسابقة الكبرى الاظهر ده هيتشال طب هنرجع بداله ازاي هنحل شبكة المواصلات دي ازاي والترافيك العالي جدا عليه وازاي بتخيل التور اللي هتحصل ما بين واحد واخد ابنه مثلا او رحلة مدرسية نزل المنطقة دي ايه اللي هو البرنامج اللي هيعمله هيطلع من مترو او هيوصل بالباس بتاعه هينزل يعمل ايه هيروح حضقة الاسباكية بعد كده هيروح تصور الاسباكية هياخد ثقافة نوع من السياحة الثقافية ايه اللي هيحصل بعد كده اللي هو لو راح الابرا هيوصلها ازاي والرحلة بتاعتها تمشي ازاي لغاية لما يوصل ميدان العتبة بعد تطويره بعد ما يخليه ساحة كبيرة ثقافية هل هتتم اللقاء على جراج الابرا ولا ايه بس تحت الارض تحت الارض وما كامح مش قائمة الاوبرا القديمة جعاد بناء هاته جعاد بناء هاته يعني بنفس بشكل غير منفر يعني منفر كمش موديل زيادة او حديث زيادة زي الاوبرا الحديثة مثلا او لايق على المكان في نفس الاول كم منشورت المسابقة اللي انا اقدر اخد الخطوط الرئيسية اللي موجودة في الاوبرا القديمة احنا جبنا الموديل بتاع الاوبرا القديمة مشينا على الخطوط الرئيسية وطلعنا حاجة سيمبل وفي نفس الوقت مش مفجعة المسابقة عملت وفوسته بالجايزة او بالمركز الاول امتى بقى هيتم بتنفيذ هذا المشروع يعني نفسي اعيش نفسي اعيش نفسي يبقى عايشة لحد ان شاء الله ما المشروع ده يجب ان نفسي عيش ونفسي اتعايش فيه وكده والله احنا لحد الوقت احنا كافراد مجموعة بعد ما فوزنا بالمسابقة دي احنا في انتظار اللي احنا نخش في مجال التنفيذ هل في جدول معاينة تنفيذ الفكرة المشكلة اللي المسابقة كانت في سبعة ابتدت سبعة الفين وعشرة وطلعت النتيجة بتاعتها كانتها تطلع في شهر واحد الفين وحداشر بس لما قامت الثورة والهيكل الاداري كله تغير فمسابقة تهت في النص فالمسابقة اتعلن نتيجتها شهر تلاتة شهر الفين وحداشر بس الجهات المسؤولة اللي كانت المفروض تنفذ المتمثلة في محافظة القاهرة مش متوجد او او ما عندهاش حاجة التنفيذ دلوقت اللي هي تنفذ الجهاز التنسي الحضاري كان جهة استشارية بتعرض الفكرة بتعرض الحل بس وفي كذا مرة كنا اتكلمنا مع دكتور سمير غريب رئيس الجهاز التنسي الحضاري عن امكانية التنفيذ او ايه سبل المتاح للتنفيذ بس ربنا يسعش كان ربنا يسعش بالزبط طيب لفت ناصل الحردك قلت ان انتو نزلتوا وعملتوا بحث في المنطقة نفسها وعرفتوا ايه هي مشاكل هذه المنطقة عايز اعرف تحديدا كده ايه هي النهاردة المشاكل وتحديات اللي بتواجهها هذه المنطقة وفي المعمار والكسافة العالية جدا اللي موجودة في المنطقة تدخل الاسواق اللي موجود شبكة الحرقة طبعا قاتلة يعني شبكة الحرقة متدخلة بشكل بشكل بيعطل كل كل المنطقة والحواليها فكننا حلنا الكلام ده كله معه اللي انا اشيل كبرى الازهر ونزل كل الجراشات كلها تحت الارض دي اللي خدت مننا جوة دي كانت اكتر حاجة كانت بتقابلنا كانت اكتر مشكلة مشكلة الطرق ومشكلة الباركينج بعديها كانت مشكلة الاسواق ازاي انا عندي اربع انواع من الاسواق سوق الرواعي وسوق القماش والموسكي الاسواق دي كلها خدتها نظمتها وحطتها في نفس المكان بتاعها بس بشكل تاني منظم بحيث اللي انا استغل الاماكن فيه اماكن موجودة في المنطقة المباني بتاعتها متدهورة شوية ايو انا عليت الكسافة فيها وخليت الاسواق كلها تتجمع فيها عشان افضي كل اللي حوالين المنطقة جمعت الاسواق في نفس الوقت بحيث اللي انا اقدر يعني لو جبنا الرسمة بتاعت البلان حركة تلاقي اللي فيه مسلس فيه مسلس احنا حولنا منطقة مسلس بحيث اللي انا اقدر اعمل رحلة جوه المنطقة دي من خلال حضقة الاسباكية هطلع منها مسرح العرايس مثلا وبعد كده مسرح القومي طبعا وبعد كده احنا شايفين هول بلان اه يعني حضقة الاسباكية هقدر اطلع منها من المسرح المسرح انا سايبه زي ما هو بحيث اللي انا اقدر استفيد منه قاقيمة تراثية وتاريخية وسقفية انا شايف حدك شلت كل المباني اللي كانت زياد لحوالين المسرح المباني اللي حوالينا دي كلها كانت متدهورة جدا وغير متماشية مع القاهرة الخدوية حاجة فيها اللي هي كانت العنصر الرابط ما بين القاهرة الفاطمية والقاهرة الخدوية احنا كنا في النص فازاي نربط ما بين القاهرة الخدوية والفاطمية اوه ده اللي احنا عملناه مع الحفاظ على المباني القديمة التاريخية اللي ما اقدرش اقرب جنبها زي العطافي طب كان فيه كان فيه بينك وبين الاجهزة محالية الهندسية تعاون زي مثلا المرور والطرق وكده احنا حاولنا نجيب منها ايه خطوط النقل بتقدر تمشي ازاي اه وايه خطوط النقل اللي بتمشي حوالينا واللي بتختارق المنطقة عندنا واللي بتوقف عندنا الموءف اللي جنبنا موقف القتب ده احنا ماقدرناش نبعده ما نقدرش نبعده ما نقدرش نشيله احنا حرقناه بس وخدنا رأي هنا الموءف ما لا تنطلوش تشيلوه او ما اقدرش نشيله مرة واحدة من القتب خصوصا�� انا عندي بيتعامل الخط تالت للمترو فانا عندي ناس هتطلع جاي طلع من المترو دي طلع فوق لازم اخدهم لازم اخدهم وضيهم حتة تاني. الوتوبيسات دي هي لاتخدهم بتكمل رحلتهم في حتة تاني. لكن لو انا طلعتهم فوق الارض من خلال المترو بس. ودخلوا في المنطقة هيبع عندي كسافة عالية جدا. انا مش هادر انقلهم. واحنا بنشوف في العالم كله ان في محطات اه اوتوبيس ومحطات اطورة ومحطات كل حاجة في الدنيا. بتبقى داخل المدينة بس من غير ما يبقى فيه ما يبقاش فيه تعارض منها ومن اللي حواليها بتحسش بيها اصلا. انا موجودة. ده اللي احنا حاولنا نوصل لي. اللي احنا ازاي نحط المحطة جنب اه جنب المترو. جنب منفذ المترو اللي هيخرج. بحس اللي انا ما عملش او اقلل قدر التداخل اللي هيحصل عندي في المنطقة. هو يطلع يخش يركب باي باي. بس. واللي عايز يخش في المنطقة عندي ده يبقى داخل عشان هيامل حاجة معينة. سواء هيخش سواء هيخش حضرات الاسباكية. يبقى كده انا عايز الزاهر اللي جايلي هيخش هيعمل حاجة عندي في المنطقة. لكن اللي هيمشي من برا المنطقة ما يعملش اي اكسس عندي عشان ما يعطلهاش اكتر. لان هي متخمة دلوقتي بكل الانواع الانشاطة. سياحية وثقافية وطاريخية. اه ممكن لو دخل علي اي اكسس تاني زيادة هيقفل المنطقة دي تماما. افهم من كده انتم ممكن تكونوا استعانتوا ببعض الافكار بميادين الخارج مسلا. اه ما فيش شك اللي احنا بناخد النظريات اللي موجودة برا لسه كان العمل الاساسي عندنا هو ال الناس. يعني الناس اللي احنا نزلنا سألناهم اه المشاكل اللي انتم بتشتكوا منها. ايه الظروف اللي مساعدكم اللي انتم متمسكين بالمنطقة دي لحد دلوقتي. اه فزوق زي السوق المسكي. يعني السوق المسكي ده. ايه اه لا الناس متمسكة بالمنطقة جدا وده يعتبر مصدر رزق الوحيد ليهم. فانا لو شلته من هنا يبقى انا بقطع عنه مصدر رزق. طبعا. فلازم اخليه في مكانه بس بشكل تاني منظم. قاعدة الصياغة ايه. بالزبط. ايه دي. ارتقاء عمرا. طيب احنا في فيديو عايزين نتفرج عليه فنم. تماما. هو صور اشرفية. اه لا هو ده فيديو كان معمول احنا حاولنا نوضح فيه التطور اللي حصل للأوبرا والعتبة من زمان. اه ده تاريخ بقى يعني اللي كانت. من زمان. اه يعني دي كانت اوبرا والعتبة زمان. اه. وبعد كده بيوصلوا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. وازاي احنا بنحل المرحلة دي. وبنوصل بها للشكل اللي وصلنا فيه. فيه فندق الكوتيلانتل. هل ده جات داخل جزء من. طمعا. ايه بقى حيحصل فيه ايه? هيفضل زي ما هو هيعد هيعد تطويره تاني. انه موجود مجد ما قائم. اه طبعا ما ينفعش ابدا ان هو. ندخل عنه. ندخل عنه. ندخل عنه. ندخل جدا. اه. وهو دولة مملوك للدولة ولا يعني يعني انت عملتوا اللي نصد في دولة الملكية. ده مباني دينين. ده مملوك للدولة دلوقتي ويعتبر جزء تراثي او تاريخي. ما حدش ايضار. اه. اه. فهو فيه نص ونص. يعني فيه نص مش عادة ممور فيه حياجة فيه نص تاني من بهدل. ده دلوقتي ده المشح الحليم. اه. دل 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 التكوين العمراني اللي موجود في الابرة والعطم. اه الواحد لما بيجي جاي من بارة مسلا بالطيارة ما بيجي ينزل على البلد بيشوف منظر حقيقة يعني يعصب. كلها مباني 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 قريبة جدا جدا جدا. مبعد مفيش اي خضرة مفيش اي حاجة شفلحة كلها كباري. نعم. الفيديو بيقول لوحده هكذا. يا لما شوف المنظر من زمانه دلوقتي برضو من دلن الحاجات المهمة جدا. لازم تبدأ من النقطة دي للوقت. احنا لو اتاخرنا عن كده الميدان دا. اه. ادي اتبقى مظلات ولا ايه اللي هي الحاجات دي. دي اتبقى مظلات في الساحة بتاعت العتبة كلها بعد ما هتفضى هتبقى الساحة دي. اه فيها مظلات عشان العمل البيئي والمناخي اللي موجود في المنطقة. اه بعد اس رجاع قهوة متاتية القهوة دي كانت موجودة زمانيا من قرارة قهوة صقافية مميزة جدا بعد ما رجعها وتبقى في ظهر الأبرة أنا لازم أفتح مجال للصحة دي للناس اللي هتبقى جاية تقف وتستمتع بمختلف الأنشاطة الاقتصادية يرجع تياميركب حضاري فعلا زي ما حتكلمنا كاي هي نوعية الشروط اللي على أساسها اختيروا المتسابقين اللي عملوا الفيديوهات أو اللي عملوا المشروعات بتاعة التغيير كانت ايه الشروط بتاعة المتسابقين المفروض ان هما يقدموا المتسابقين مكاتب أو هوا كان مكاتب بس أو الاندفيدوز كمال مكاتب واندفيدوز اللي اتنم مع بعض بس ما كانش فيه شروط قد ما هو يعني الشروط كان جاي من المسابقة على المنطقة مش على الأفراد نفسهم أو المتسابقين اللي هيخش يعني كانت المنطقة لازم تشوي كبري الأزهر لازم ترجع الأوبرا القديمة لازم الجراشات كلها تنزل تحت الأرض مفيش مجال لانا حطها جراشات فيه الأرض عشان المنطقة مش مستحملة واقدر اوفر أكبر قدر من الاستعمالات فيه الأرض دي كانت أهم الشروط اللي كانت موجودة على كل المتسابقين بس انتو مش هتقفوا بقى لحد هنا انتو مشكرتكم كمان انتو ان شاء الله بإذن الله بعد ما المشروع ده يبدأ تنفيزه ويخلص لازم بقى الناس تبقى عندها وعي كامل يعني ازاي تحفظ بقى على بالتطور والله الناس عندها وعي كويس جدا بالمنطقة احنا خدنا مثال في الاغر فارك عن الناس لما تشتغل اه الناس اللي موجودة في المنطقة نفسها وتشتغل في نفس المكان ده الناس دي هي اللي بتحفظ عليه عشان كده احنا كل المجالات الاقتصادية وكل الانشاطة اللي احنا خلقناها من اول وجديد احنا هتمنا ان اللي احنا نوفر اه العمل البشري وكل الناس اللي هتشتغل تبقى من جول منطقة ازاي الناس دي هي اللي هتحفظ على الشغل بتاعي اه الناس دي اللي هتخلي في حاجة اسمها استدامة ازاي اللي انا بعمل حاجة مش هتخلص كمان شهرين مش كمان شهرين هتروح او هبوز ده كان اهم حاجة عندي طيب من متابعة حياتك يا فندم ومن دراستك كده لمنطقة وسط البلد يعني ايه هي المناطق التانية اللي في القاهرة تحديدا لو هنتكلم يعني اللي محتاجة مثل هذه المشاريع او المفروض في الخطة انها تتطور ايه مش عايز ايه مش عايز يصور او كل المنطقة فعلا كل المنطقة فعلا القاهرة الخدوية كلها القاهرة الفاطمية كمان محتاجة عنها اكبر لان فيها انشطة اكتر من القاهرة الخدوية كل الانشطة اللي موجودة في الخدوية تجارية بس ما فيهاش انشطة تانية مختلفة كلها محلات والسينمات والكلام ده كله ده في الخدوية الفاطمية لا فيها انشطة تانية فيها دينية وفيها تجارية فيها حاجات تانية كتيرة جدا بتخلي ان التركيز عليها لازم يبقى اكتر عشان تنهض اكتر بها وفيها فيها كنوز انا لازم استفيد من الكلام ده كله وربطه بالقاهرة الخدوية ده كان الهدف الرئيسي بتاعنا احنا في المسابقة ازاي يربط ما بدي اللي اتنين دول عشان اقوم القاهرة الفاتنية معاي في قاهرة الخدوية وهل عند حدك علم فيه مثلا مشروع او فيه خطوات برضو لهذه المناطق ولا ما عندكش علم الدوات حاليا كله متوقف تماما مفيش مجال لتكملة المسيرة اللي كانت ماشا دي احنا كنا المفروض التطوير اللي كان هيحصل بعد كده بعد الاوبرا والعتبة كان التحريش بس مفيش محدش يقدر يتكلم على التحريش دلوقتي اتعمى الوركشوب عاولين التحرير وايه اللي ممكن نقدمه لكن الوركشوب دي هتفضل غير مكتملة لغاية ما نشوف اهدف الصورة قدام اكيد وبجد بكل احنا منتمنى بجد ان الحاجات دي تبدأ بس تحصل لانه لو بدأت تحصل احنا نستاهل انه ان شاء الله البلد يكون شكلها جميل والناس عايشة في استقرار كده وباحترام في الاماكن اللي هم بيعيشوا فيها ان شاء الله يكون لنا قاعدة تانية باذن الله علشان مش عايزين المشروع يتأخر عايزين الجهات المعناية تكون عينيهم دايما على هذا المشروع سمعنا كتير كلام بعد الصورة انه الدنيا هتتغير ومصر هتبقى قدام مش هتبقى قدام الا بالمشاريع اللي زي دي وبتمفيز هذه المشاريع انا بشكرك جدا استاذ عادل على جودك معنا النهاردة بشكركم جدا بس انا بحاية كل افراد التيميل اللي كانوا معايا فانا بس انا عايز احاية كريم عادل ويحيا رجب وصبر واميرة محمد ومرايا عماد وفقينة السوبربايزر اللي كان معنا دكتور باسم بحاية كلهم على كل المجهود اللي احنا وصلنا ليه في المسابقة دي وفي انتظار التنفيذ انا بنشكركم جدا وناتمنى يكونوا موجودين كمان معايا عشان نشوفهم ونوري الناس اكبر ثلاثة محبات عملينا بقى خطة مشروع للحفاظ واعادة سياحة استوديو الجيب كل مجاهز المسح الجيب حقيقة او استوديو الجيب هو مش عارف مسح ولا استوديو بعدين بعدين كل حاجة موكتة تتخلق كل حاجة موكتة تتكلفة بس نشوفها تبقى عاملة ازاي ترفيديوني اشي اه بالزبت كده المشهدس احمد عادل ابراهيم مهندس تخطيط عمراني مشكرك شكرا جزيلا شكرا لكم ومشحيك تادي مرة تالية على هذه المشروطة شكرا لحضرتك مجاهدين عن نروح لفاصل ونرجع مرة تانية نسا مكملين فقراتنا خليكم على المفضلكم